اهلا وسهلا بكم في الحلقة دي هنتكلم عن مرض خطير يصيب الشبكة اسمه التهاب الصبغي التلوني وكمان هنتكلم هل في حاجة اسمها العلاج بالخلايا الجزعية ولا لأ العلاج ده هل هو ليه اثار بيأثر على الحالة بيحسن الحالة ولا مجرد نصر تابعوني التهاب الصبغي التلوني او اللي الناس كنت بتسمي زمان العاشة الليلي ده مرض بيصيب الشبكية ويصيب العصب البصري ويصيب المستقبلات الحسية المستقبلات دي او الفوتروسيبتورز ده الجزء اللي مسؤول على الشبكية اللي بيحلل الضوء وبيحوله لإشارات عصبية عشان احنا نقدر نشوف بعد كده في منهم نوعين نوع اسمه الرودز وده المسؤول عن الرؤية الليلية ونوع اسمه الكونز وده المسؤول عن الرؤية النهارية في المرض بتاعنا ده ده بيأثر على الرودز او الخلايا المسؤولة عن الرؤية الليلية يبدأ ان هي تقل في العدد واحدة واحدة وبتموت والموضوع ده بيجي تدريجية ما بيجيش مرة واحدة فيبدأ يحس الشخص ده انه عنده ضعف في الرؤية الليلية يبدأ الموضوع يتطور ويتطور ويتطور لحد الاسف ما يوصل للعمل وكمان العيلة المصابة بالموضوع ده للأسف فيها جزء وراسي فبتلاقي جزء كبير من الاطفال بتاعهم مصابين بالموضوع ده وما دام سمعتوا الكلمة دي قولوا الحمد لله للأسف تاني ما فيش علاج للموضوع ده والعلاج بتاعه وبارة عن ان احنا بناخد جرعات عالية من الفيتامينز ومنها فيتامين اي بس النتائج بتاعتها ما هياش قوي كمان في شغالين على العلاج بالجينات طيب لما بيكون مرض مستعصي خطير بيجي في شباب صغيرين وبيجي في إخوات بيضمر عيلة ومالوش علاج لازم يطلع واحد مستغل ويطلع واحد مصاب يقول لك احنا هنعالج بحاجة اسمها الخلايا الجزعية والخلايا الجزعية دي هي الخلايا الاولية احنا لما كنا زمان الجنين كان زمان كان عبارة عن خلية او خليتين كل شوية عمالة بتنقصن بعد كده كل خلية من الخلايا دي كونت عضو الفكرة او الامل ان احنا ناخد الخلايا الاولية دي وبياخدوها من الامبلايكا الكورد او الحبل السري ونحاول ان احنا نجري عليها تجارب بحيث ان هي تعوض النسيج او العضو اللي فيه مشكلة اتعمل تجارب عليها عشان تعوض البنكرياس اللي هو اساس مراض السكر وكمان بتعمل تجارب عشان نشوف هل الخلية دي هتقدر ان هي تعوض ايه الشبكية ولا لا بس الكلام دي احنا بنتكلم عليه ده كله في اطار التجارب حاجات لسه جوه المعامل وده مش كلامي ده كلام دكتور كبير في جامعة هارفرد دكتور مصري وقال ان الموضوع ده لسه يا جماعة في التجارب عشان يجيب نتيجة محتاج عشر سنين هسيب لكم لينك الحلقة في الوصف وده برضو اللي متطابق مع كلام استاذي الدكتور استاذ شريف كامل لما سألته هل فيه علاج بالخلية الجزعية لمرضة الالتهاب الصبغي التلوني ورد ان ما فيش اي حاجة من الكلام ده موجودة حاليا الكلام ده عبارة عن تجارب طبية موجودة في المعامل والعلاجات دي لما هتنشأ هتبقى بمبالغ باهزة ولسه اساسا ما بدأش التجربة بتاعتها على البشر فاي حد يقول لك ان احنا بنعالج بالخلية الجزعية اعرف على طول ان هو نصاب الناس دي بتستغل لقلمك بيستغل لمرضك وهو يقول لك كده كده ان النتيجة مش مضمونة انت متعلق بأشياء وانا عارف كده وانا حاسس بيك وحاسس ان الموضوع ده ازاي ان هو مؤلم وازاي ان هو مؤثر عليك بس الاسف العلاجات دي مش عليك لو انت سمعت الفيديو عرفت الحقيقة دورك انك تنشر الموضوع ده وتنشر الفيديو عشان ناس كلها تعرف ان ما فيش حاجة اسمها علاج بالخلية الجزعية لسه ما فيش حاجة اسمها علاج بالخلية الجزعية وكل الناس اللي بتتروجل الموضوع ده المفروض ان هم يبقوا تحت طائلة القانون بس هو ده كان الفيديو بتاعنا اتمنى ان الفيديو يعجبكو ولو انت مشتركتش في القناة بتاعتنا اشتركوا فعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول ولو انت مشترك اعمل لايك وشير مع اصحابك عشان نقدر ننشر رسالة بتاعتنا لكل الناس كما عكد دكتور محمد جودة في الصلاة يا دكتور مع السلامة